بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان أهلاً ومرحباً بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بيكون مع بعض من 8 إلى 9 ونص عشان نتناول أهم الأخبار اللي حصلت على الساحة الرياضية في الألعاب الأخرى داخل جدران النادي الأهلي محلياً وأيضاً عالمياً النص الأول من حلقتنا بيبقى مجموعة من الأخبار وتعليقنا عليها لأنها بتبقى يعني مش كتير لأنه خلاص إحنا في نهاية الموسم ويتبقى بعد البطولات القرية أو الإقليمية اللي فرقنا وأكيد هنقول لحضراتكم أخبارنا إيه وإيه القادم النص التاني هيكون معنا أبطال كأس السوبر لكرة الياد الكأس اللي جنبنا الحقيقة كان كأس غالي علينا جداً وعاد بعد فترة وبهذا الكأس نتأهل إن شاء الله لبطولة العالم أو كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية هيكون معنا الأبطال الحقيقة اللي فرحوا جماهرهم يمكن كان موسم صعب عليهم موسم مليء باللحظات الصعبة ولكن سبحان الله يفوزوا بأهم بطولة هذا الموسم واللي بيترتب عليها بطولات أخرى يكون معنا طبعاً نجوم حراسة المرمى عبد الرحمن حميد وعبد الرحمن طه وأيضاً هيكون معنا أمر خالق كستيل وأحد نجوم الفريق واللي كان ليه دور كبير جداً الفترة اللي فاتت وهيكون معنا أحد اللاعبين الواعدين ياسر سيف عشان نعرف منهم أمالهم وطمحاتهم في الحقيقة كان مفوض يكون معنا كابتن ياسر لبيب ولكن هو اعتذر وذلك طبعاً لأنه نجله تعرض لحادث سيارة وهو يعني في المستشفى بيتلقى العلاج نتمنى كل الشفاء لنجل الكابتن ياسر لبيب اللي تعرض طبعاً زي ما قلت حضر لكم لحادث سيارة إن شاء الله يتحسن ويطمن عليه كابتن ياسر وينورنا في قناة النادي الأهلي طيب في البداية هنروح على كرة كرة طائرة يمكن كرة طائرة سيدات هي الفرقة الوحيدة في قطاع كرة طائرة ماذا حتى الآن بيلعب بطوط أفريقيا اللي بتتلعب الآن يعني الأيام دي في تونس خلينا أوضح لحضركم إنه أقوى الفرق الأفريقية بتبقى من المصر والنادي الأهلي طبعاً بدون منازع يعني هو الوحيد من المصر بتبقى أقوى الفرق الفرق التونسية والفرق الكينية المجموعة وقعتنا مع أحد الفرق الكينية بل أفضلهم اللي هو فريق الأنابيب الكيني وقعنا معاه ولعبناه مبارح الحقيقة واستطعنا بفضل الله وبمجهود اللاعبات وتركيز الجهاز الفني إن إحنا الفوز 3-1 الفوز دا كان مهم جداً عشان نتصدر مجموعتنا وجاءت نتائج الأشواط 23-25 للأنابيب الكيني جي الشوت التاني 25-21 أهلي 25-22 أهلي 31-29 وزا ما حدقكم شايفين الجيم كان very close game والحقيقة دا جنبنا المباراة الفوزها دي جنبتنا نحن نلعب مباراة قوية في قبل النهائي وهتوقع الأنابيب الكيني في في مقابلة مع الفريق التونسي الحقيقة في قبل النهائي وده أكيد هيكون يعني خطوة جيدة أو خطوة تقربنا كتير من الفاينال فريقنا هلعب المطش اللي جاي في دور الستاشر يمكن زي ما قلت لحضراتكم الاتحاد الأفريكي للكرة الطائرة سن سنة جديدة يعني أثناء البطولة الرجال ونفذها كمان في السيدات أنه بعد التأهل بيلعب دور الستاشر الأول بيلعب رابع المجموعة اللي بيرد عليها احنا عندنا الحقيقة مباراة تلعب المطش المطش جاي إن شاء الله في دور الستاشر مع أسك مموزة الفواري نكون ديفواري الفريق وهيكون بكرة الساعة أربعة العصر على صالة محمد الزواوي مدينة الهوارية التونسية ويعني برضو هنحاول كمان نجيب كابت الحمد الصافي من تونس عشان نطمن على الفريق بعد ده هيكون معنا إن شاء الله يعني هما كانوا النهاردة عندهم تمرين قوي وبنحاول نتواصل معا عشان نطمن على فريقتنا هناك ونعرف أهم الاستعدادات ومين هيكون في طريقنا في قبل النهائي لده دور الستاشر كما قلت حضراتكم مع أسك مموزة الإفواري وهنتكلم معاه عن احتمالات قبل النهائي يكون إيه وإن شاء الله احتمالات النهائي وإيه هيكون معنا كابتن حمد الصافي أول ما يكون جاهز من تونس أكيد هنروح له هنروح لكرة الماء كرة الماء هتلعب بعد نصف ساعة من الآن مباراة مهمة جدا مع نادي الزمالك الفريق بقيادة مديرها الفني كابتن واقل عزة هيلعب مع نادي الزمالك كمان حول نصف ساعة زمولة حضراتكم ثانية نصف المباراة تتلاقي في حمام سباحة نادي الجزيرة فريتنا كسبت آخر مطشي لها كابتن وليد عزة أنا آسف كابتن وليد عزة هو رئيس جهاز ألعاب الماء والمدير الفني ولكن كابتن واقل عزة رئيس الجهاز إنما مدير فني كرة الماء هو كابتن وليد عزة فريتنا كسبت آخر مطشي لها قدام نادي هليوبلس وكان مطشي قوي جدا وخلص الصلاحنا بنتيجة تمانية سبعة الجهاز الفني الفريتنا بيتكون من وليد عزة مدير فني زمولة لحضراتكم ووليد وصفي مدرب عام وعمر سامي مدرب وسيف ممدوح مدير إداري وسامي العشر إداري وخالد بن عيسى محل الأداء وأحمد أكرم أخصائي تأهيل كل التوفيق بإذن الرحمن لفريتنا إن شاء الله وتكلّى المجهود موسم طويل بالفوز إن شاء الله هنروح لنجمة التنس نجمة منتخب مصر والنادي الأهلي مايار شريف اللي لعبت بطولة رولانجاروس وحققت فيها إنجاز تاريخي كأول مصرية تفوز بأي مباراة في رولانجاروس يمكن كان فيه مصريات كثيرات تأهلنا لهذه البطولة ولكن لم يفوزنا بأي مطشط فيها ولكن مايار استطاعت إن بارح إنها تفوز في مباراة كبيرة ولكن للأسف بعد مباراة إن بارح تعرضت لإصابة قوية وهي شرخ في القدم وخليها النهاردة تنسحد مايار تصابت زي ما قلت لحضراتكم في المطش بتاع إن بارح ما فازت على بطل أوكرانيا بمجموعتين اللي ما فيش كانت مفروض مايار هتلعب النهاردة الدور الثاني من بكرة الدور الثاني وكتى تلعب كمان الزوج المختلط ولكن للأسف للأسف أصيبت والإصابة هتقعد من 6 إلى 8 أسابيع كل الشفاء وكل التمنيات بالشفاء السريع لميار الشريف مايار شريف دخلت من أحسن 50 لعبة على مستوى العالم وكنا نتمنى يعني الإصابة دي ممكن هتعطلها شوية ولكن هي يعني زوء إرادة فلازية وإن شاء الله نتمنى أن نتحقق إنجاز أنس جابر لعبة تونس الحقيقة اللي نجحت إنها تكون من توب 8 على مستوى العالم إن شاء الله مايار ماشية بنفس الخطأ يمكن إحنا كنا متابعين أنس أنس كانت من أول 150 لعبة بعد كده بقت من أول 100 بعد كده دخلت 70-80 بعد كده وصلت توب 50 بعد كده وصلت دلوقتي بقت من أهم 8 لعبات في العالم كده الحقيقة نكون خلصنا أخبارنا المحلية أخبارنا النادي الأهلي هنروح لأخبارنا المحلية هنبتدي الأول بخبر الحقيقة إيروناموند يومين أنا عايز أشارك حضراتكم معاه وهو يخص كرة السلة كرة السلة زي ما حضراتكم عارفين إنه استقدم مدير فني كندي الحقيقة وهو اللي تولى مهمة تدريب المنتخب روني راي وتولى المسؤولية قبل الويندو الأولينية لتصفيات كده السلعال اللي كانت في السنغال والحقيقة فيها النتيجة جيدة بفوز مبارايتين وهزيمة مباراة واحدة يمكن كانت من السنغال فقط ولكن فوزنا بمبارايتين كلنا متسويين عندنا الويندو التانية في الاسكندرية بإذن الله ولكن فيه يعني تصرف الحقيقة مش قادر أفسره ولكن اتحاد السلة الحقيقة أفسره على صفحته إنه سمح للمدير الفني الكندي إنه يتولى مهمة تدريب أحد الفرق في اليابان بالتوازي أو بنفس الوقت وده بيان اتحاد السلة بالتوازي سمح له يمرن وده صورة روني راي المدير الفني القدير روي رانا أنا آسف لمدير الفني روي رانا المدير الفني القدير لفريق القرى السلة المصري المنتخب مصر والبيان يعني جاء كالآتي أتم الكندي روي رانا المدير الفني المنتخب الوطني الأول اتفاقه مع منتخب كيتو هاناريس أحد منتخبات ولايات اليابان على تولي المهمة الفنية له بداية من الشهر سبتمبر المقبل ويبدأ روي رانا مهمته بشكل رسمي مع كيتو الفريق يعني اللي هيمرنه من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والمحدد إقامتها في شهري يوليو واغسطس المقبلين كما اتفق المدير الفني المدرب الكندي مع فريقه الياباني الجديد أنه في شهر فبراير المقبل ستواجد مع المنتخب المصري الخوض منافسات المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم حال تأهلنا لها هذا بالإضافة إلى أنه في حال نجاح روي رانا في قيادة منتخب مصر التأهل للنسخة المقبلة من كأس العالم ستولى المهمة الفنية لمنتخب الوطني خلال منافسات البطولة وهذا وفقاً لاتفاقه مع مجلس إدارة الاتحاد المصري كورة السلة ومنتخب كيتو هانارز الياباني هنا عندي بس تعليق أنه احنا عندنا اتنين ويندوز فضلين هيجوا في شهر يوليو واغسطس القادم ولكن هنا يمكن احنا متعرضين لنفس الحالة دي مع منتخب مصر الكورة العديدية ولكن خلينا أقول حاجة أولاً احنا طبعاً نتيجة هذا العقد المدير الفني روي رانا ما حضرش مباراة كأش السوبر اللي فاتت يعني احنا كنا نتمنى عشان يبقى اختياراته في محلها خاصة أنه هو جه قبله الويندو الأولانية بأيام هو ما تفرجش على اللعيبة في الدوري هو اللعيبة جات له لو تفتكروا حضراتكم هو كان جاي من كندا جاله كورونا تأخر في القدوم ما حضرش المباريات دخل على المعسكر الاتحاد السل هو اللي جمع اللعيبة وإداله اللعيبة في المنتخب عشان هو يعني أول لقاء بينه وبين اللعيبة كان في خلال تدريب تدريبات فكان فرصة جيدة أنه يتابع مباراة السوبر من أرض الملعب ممكن ملاحظة صغيرة تفرق معاه في قرار مع لاعب ملاحظة صغيرة تفرق معاه في حاجات كتيرة هو الأسف لم يحضر أبداً أو لم يحضر لفترة اللي فاتت مباريات على الأل قبل النهاء بتاعت السوبر اللي كانت الأهلي والجزيرة والاتحاد والزمالك والفاينال اللي كان مع الأهلي والاتحاد لم يحضر أياً من هذه المباريات وبالتالي ده أكيد كنا نتمنى عكس ذلك لأن ده كان هيفيد منتخب مصر وهو المهمة الأسمة طيب احنا عندنا اتنين ويندو في واحد في يوليو واغسطس يمكن هو هيحضرهم إن شاء الله ولكن كنا نتمنى أنه يحضر المباريات لأنه طبعاً صعب جداً المدير الفن ييجي على المباريات خاصة أن السنغال يعني جاي بكل قوتها في مصر عندنا مباريات مهمة ما فيش وقت نخسر يمكن الويندو اللي جاي دي مهمة جداً لازم تكسب التلات مباريات وكمان تنتظر نتائج الفرقة الأخرى عشان تسهلك الدنيا طيب هتقول لي يا كابتن طب ما حصل كده في كرة اليد انت ليه تتكلم عن كرة السلق أيوة نعم حصل كده في كرة اليد وبروندو المدير الفني اللي منتخب مصر لكرة اليد بيمرن أحد الفرق الكبيرة في ألمانيا ويمكن هم كانوا سابع أو سادس الدول الألمانية ولكن يجي هنا اختلاف بروندو الحقيقة حضر في مصر فترة طويلة وقعد فترة طويلة في مصر ومرن الفريق ومرن بيهم كاس العالم ومرن بيهم ولعب بيهم الأولمبيات يعني عاش مع لعيبة مصر كاس عالم أولمبيات ودي فترة كافية عشان يفهم كل لعب بالإضافة أنه بيتواجد في فترة من الفترات الأخرى بيبقى موجود فإذا احنا مش جايين على يعني بطولات مهمة كتير ولكن هو خلاص فهم نوعية اللعب المصري حقق إنجازات معنا رابع أولمبيات سابع عالم يعني حقق معنا يعني إنجازات كويسة فهو خلاص فهم اللعيبة وهو مش محتاجة حاجة هيعمل استدعى للعيبة وأعرف كل اللعب يلعب إزاي وكل مهماته مجرد بس هيعمل رفريش للعيبة إنما الوضع مختلف في كرة السلة روي رانا ملحقش يقعد مع الفريق حاجة معرفش ما شافش الدور المصري ما شافش التحكيم المصري ما شافش أي حاجة فالحقيقة كنا نتمنى إن يعني بس هو الاتحاد السلة في موقف لا يحصد عليه هو اللهم يا جمعنا عايزة روح ياتوافقوا بكده يهمشي يعني هو في موقف لا يحصد عليه ولكن ده مفروض يتحط في العقد في البداية إنه يبقى مدرب متفرق طول ما هو مع منتخب مصر هذا الشرط أصبح أساسي خاصة إن الدولة المصرية بتتحمل جزء كبير من راتب مش بس الاتحاد يعني هتلاقي مدير الفني نصف راتبه بتتحمل وزارة الشباب والرياضة إذن الدولة المصرية هي اللي بتتعمل موجوده في القاهرة فما ينفعش يكون بيبعد مرتبه وهو خارج القاهرة إذن لابد لكل الاتحادات تضع في عقدها واتفاقتها مع المدربين الأجانب شرط إلزامي أنه يكون متفرق لمنتخب مصر ونتمنى أن ده يكون تعميم لكل المنتخبات حتى المنتخبات الفردية هنروح لخبر المحل الآخر عندنا 14 لاعبا في قائمة منتخب مصر الجودو في بطولة أفريقيا بطولة أفريقيا المنتخب الأول بيستعدلها للجودو في رقم البطولة رقم 43 ولا هتتلاقى في مدينة وهران الجزائرية في الفترة من 26 29 مايو اللي احنا فيه منتخبنا هيشارك في البطولة بديه 14 لاعب ولعب هنقول أسامي اللاعبين يسري سامي 19 سنة محمد عبد الموجود 28 عمر سامي 23 علي عيد 27 سنة كل ده أنا بقولي السن يعني عبد الرحمن عبد الغني 24 علي حازم 28 سنة عبد الله فهمي 23 محمد عبده 23 عاما أما منتخبات السيدات نورة سالم 20 سنة تسنيم تامر 18 سنة لمياء حسن 29 فاطمة عطيه 18 أفنان يقود 20 فرح علي 19 عام وبيدرب منتخبنا الوطن في البطولة دي الأسطورة للمبية كابت المحمد رشوان رئيس جهاز المنتخبات في الاتحاد الجودو بيعونه حاتم عبد الآخر ومحمد علي ومحمد محي وسيد أبو ميدان ويترقص البعث اللي وقتارق عز الدين طيب اللي عايز أقوله لك أنه يعني طيب الجودو يعني لو نظرة كده على متوسط أعمار اللاعبين واللعبات هتلاقوا يعني بالعين كده المجرد هتلاقوا متوسط 22 سنة 23 سنة وده العظمة في الموضوع العظمة في الموضوع أن المنتخبين رجال وسيدات أعمارهم زغيرة جدا برافو كابت الرشوان انت بتبني للمستقبل الجودو من الألعاب المهمة لنا عشان نقدر نحقق فيها مديليات أولمبية متوسط الأعمار جيد جدا مع الاحتكاك ببطولة أفريقيا وبيطولات الأخرى اتصور ان شاء الله الجودة هيكون لي شأن آخر في باريس وبعد باريس ان شاء الله فلوس أنجلوس بإذن الله هنروح لخبر يخص تينيس الطاولة تينيس الطاولة أعلن قائمته لبطولة كأس أفريقيا بناجرية اتحاد تينيس الطاولة برئاسة كابتن معتز عشور أعلن قائمة المنتخب الوطني المشارك ببطولة كأس أفريقيا واللي هتتلاعب في مدينة ليجوس ليجوس النيجرية واللي هتتلاعب في الفترة من 26 والحد 28 مايو اللي احنا فيه قائمة منتخب الرجال هتضم كل من عمر عصر أحمد صالح محمد البالي أما منتخبات السيدات فبتضم كل من مريم الهضيبي دينا مشرف هنجود وبيضرب منتخبنا الوطني الخبير الصيني زينج شاولينج البطولة بيشارك فيها 28 لعب و20 لعبة من 13 دولة واللي بيفوز بها هيتأهل لكأس العالم اللي جايها واللي هتكون نهاية السنة دي بإذن الله ولو بصينا في القايمة لأن أغلب اللاعبين على السورة اللي قدام حضراتكم أغلب اللاعبين من النادي الأهلي هو ده النادي الأهلي يمكن في التنس يعني عمر عصر وأحمد صالح ومحمد البالي وعمر عصر الاثنين من أبناء النادي الأهلي النادي الأهلي بيقدم يعني حاجة جميلة جداً إنما البنات كلهم النادي الأهلي والنادي الأهلي بيقدم الحقيقة لعبته كدعمين لمنتخبات مصر وده الحقيقة أهم حاجة يعني هدف من الأهداف النادي الأهلي المهمة طيب أنا عندي خبر عايز أتكلم فيه عن التحدي تنس الطولة فيه وقت يا جماعة نتكلم معانه شوية ولا نستنى شوية. طيب خلينا في الخبر ده اللي معانا اللي هو. آه طيب خلينا في الخبر اللي هو معانا بتينيس الطاولة. الجميل زي ما قلت لحضراتكم في الجود وتينيس الطاولة. إن الخبرين لمنتخبات مصر. وزي ما قلت لحضراتكم من الفترة دي. مش هتلاقي يعني بطولات محلية. احنا خبرنا المحلية قرصت في دقيقتين. ولكن أخبرنا النادي الأهلي حتى هي بطولات إقليمية. سواء الطائرة. سواء اليد. سواء الكرة الطائرة السيدات. كل ده بطولات إقليمية. يمكن كرة السلة دلوقتي شغالة بطولة البال أو بطولة أفريقيا. نهايات أفريقيا في رواندا. دي بتاعت السنة اللي فات. السنة القادمة إن شاء الله النادي الأهلي هو الممثل مصر فيها. وبإذن الله يعني يكسبها ويتأهل لكأس العالم الأندية. وده اللي نتمنى. النهاردة البال فيه مباريات شغالة. قبل النهائي هيتلعب. ويمكن بعدها بيوم هيكون النهائي للبال. فإن شاء الله نتمنى النادي الأهلي يكون مشارك فيها بإذن الله. طيب خلينا نطلع لفاصل. أعزائي المشاهدين عشان نرجع بعد الفاصل. يمكن عندنا خبر نقدر نقوله بعد الفاصل يا جماعة. ولا نستقبل ضيوفنا عدو. طيب نرجع بعد الفاصل. عندنا خبر هتكلم فيه وهنشوف كابتر الحمد الصافي يكون مع أنا. بس لازم أطلع لفاصل. أعزائي المشاهدين وأرجع لحضراتكم بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقة فيه خبر يعني محتاجة شاركه معاكم. هو الخبر كان يعني عنيف شوية. يمكن مش متعودين على الأخبار اللي بتبقى عنيفة اللي بتيجي من لجنة اللمبية المصرية. ولكن بيان كان قوي جدا. الحقيقة من يومين يخص تينيس الطاولة. في تينيس الطاولة انتم عارفين طبعا الانتخابات بتاع التتحادات كلها كانت وريبة. وبعد الانتخابات بيحصل قضايا وقصة وترفع. وكل واحد بيبقى شايف حق ليبيا يتوجه. يا إما القضاء الإداري. يا إما بيتوجه لمركز تسلوية تحكيم الرياضي. يعني أنا واحد من الناس عشت تجربة زي دي. ولكن بعد انتخابات تينيس الطاولة تقدم كل من الكابتن وليد عبد العال والسيد هشام أبو حشيش لشكوى للجنة اللمبية المصرية. اتهموا فيها عضوين في الاتحاد. كسبوا الحقيقة يعني داخلوا الاتحاد. كسبوا في الانتخابات. لأن وليد عبد العال وهشام أبو حشيش كانوا مرشحينه. ولم يحلفهم التوفيق فراحوا اشتكوا اتنين من الداخل ومجلس إدارة ونجحوا إن هم مقدمين ورق مزور. مش أنا اللي بقول. اللي بيقول الخبر. اللي بيانا اللجنة اللمبية المصرية. اللجنة اللمبية المصرية حققت معهم. والتحققات طلعت إنه فيه فيه أمور مش مزبوطة. فهقرى لحضراتكم البيان اللي قالتوا اللجنة اللمبية في خصوص هذه الواقع. يمكن بيانا عنيف جدا. وبيان الحقيقة يعني احنا مش واخدين على كده. لما بيكون فيه مشكلة زي ما قلتوا حضراتكم. يا قضاء الإداري. يا مركز السلسلات حكيم الرياضي. إنما اللجنة اللمبية تدل بدلوها مرة واحدة كده وتخش يعني دخول مفاجئ زي ما بيقوله لا يبقى هي شافت حاجة يعني جامدة. الخطاب طالع من اللجنة اللمبية المصرية. موقع من الأمين العام لللجنة اللمبية المصرية المهندس شيف عريان. إيه اللي الخطاب بيقول إيه؟ السيد الأستاذ معتز عشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطولة. بالإشارة للتحقيقات التي أجريت مع السيد عصام أحمد محمود زيدان. والسيد رمضان محمد عبدالله. أعضاء مجلس الإدارة للاتحاد بشأن الشكوى المقدمة من السيد وليد عبدالعال والسيد هشام أبو حشيش لتدررهم من تقديمهما أوراق مزورة لخوض الانتخابات العضوية للاتحاد المصري لتنس الطولة. يعني هو بيقول يا جماعة بالإشارة للشكوى اللي اتقدم بيها كابتن وليد عبدالعال والكابتن هشام أبو حشيش فيه الاتنين الاتنين اللي هم عصام أحمد محمود والسيد رمضان محمد عبدالله. أدموا فيها شكوى. بصوا بقى. أحيطوا سياداتكم علما. بأنه بجلسة مجلس إدارة اللجنة اللمبية المصرية المنعقدة برقم واحد. أول جلسة اللجنة اللمبية المصرية المعقدة برقم واحد بتاريخ تسعتاشر خمسة. الكلام ده من أيام. تسعتاشر خمسة عشرين وعشرين. قرر مجلس الإدارة تأييد قرار السيد المستشار رئيس لجنة التحقيق الذي نص على الآتي. خدوا بقى القرارات القوية. واحد. إبلاغ النيابة العامة بالوقاعة الجنائية التي أفصحت عنها التحقيقات ضد كل من. عصام أحمد محمود زيدان ورمضان محمد عبدالله عبدالغاني التي وقعت بالمخالفة لنصوص المواد أربعين وكذا كذا. طيب. إقاف وتجميد كل من عصام أحمد محمود زيدان وممارسة النشاط الرياضي مؤقتا لحين الفصل نهائيا في الدعوة الجنائية المنوحة عنها في البند أولا. عرض الموضوع على مجلس زرعة لجنة الومبية المصرية والاتحاد المصري للتنس الطاولة. لاتخاذ ما يلزم قانونا حيال المشكو في حقهما على أثر ثبوت عدم توفر الشروط اللازمة للتلسح في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري تنس الطاولة التي أقيمت يناير عشرين وعشرين. بالإضافة إلى ما تضمنتهم المذكرة من توصيلات أخرى برجاء التقرم بالعلم والاتخاذ اللازم. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام الأمين العام لجنة الومبية المصرية الموضي شريف عليها. نحن عندي لاش تعليق على الكلام ده. أنا بقرأ اللجنة الومبية المصرية. نقول لحضراتكم وطبعا اتنشر على كثير من المواقع. منها طبعا يعني مواقع كثيرة زي دار الهلال وأخرى وكده. يعني لأس دول حضراتكم أنه ده كان قرار من اللجنة الومبية المصرية. وطبعا أكيد فيه قرار يعني بتبقى في العادي. في العادي لما بيكون فيه مشكلة في الانتخابات. أو أحد الأطراف شايف أنه ظلم أو فيه إجراءات كانت معاكسة ضده. عنده طرقية. يا مركز السيارة التحكيم الرياضية يا القضاء الإداري. زي ما وعدنا حضراتكم هنكون طبعا في تونس مع فرقتنا وندعمها. معانا عبر الهاتف من تونس. الكابتن حمد الصافي نجم نجوم النادي الأهلي ومدير فني. السفري السيدات للكرة الطائرة. واللي بيأخذ في هذه الأيام بطولة أفريقيا للأبطال في تونس. أهلا بك يا كابتن. كابتن عيسى مزا حضراتك. ألف مبروك على صدارة المجموعة يا كابتن. الله يبارك فيك. الحمد والله. يعني خطوة موفقة في الأول وبداية. وإحنا لسه ما عملناش حاجة. وإحنا كلمنا البنات. إحنا لسه دي البداية. وإن شاء الله بإذن الله اللي جاي أحسن. ويبقى فيه تركيز كامل. ونقدر نلعب المباراة نهية بإذن الله. ونفوز بالبطولة إن شاء الله. إن شاء الله. كنتيمكن مباراة مبارح النبيب الكيني مباركة قوية. ودي أحد الفرق المرشحة بالبطولة. وكمان يعني يعني الشوت الأول ما كانش لصالحنا. يعني ظرف كان صعب. ولكن استطعنا إن إحنا نعمل يعني كامباك. ونقدر نقيس نفسنا على موتش زي دي. رأيك يا كابتن؟ أكيد طبعا مباراة يديت مع فريق حامل لقب أكتر من بطولة للبطولة الأفرقية للسيدات. وفريق لي تاريخ كبير. فريق النبيب الكيني وبيضم لعبة كتيرة من منتخب كينيا. فأكيد كان مباراة مهمة علينا إن إحنا نقيس قوتنا وإن نقيس مدى جهزيتنا للمنافسة على البطولة. ورغم الظروف طبعا الصعبة اللي بيمروا بها الفريق بعدها موجودة من محترفة. إلا إن البنات الحقيقة أنا اتكلمت معاهم وأكدت على حاجات كتيرة إن إحنا تاريخنا اللي فاد كله اتحقق بقوة وإرادة اللاعبات المصريات. بجانب طبعا المساعدة بيبقى من المحترفة بيبقى دورها عامل مساعد ولكن إنتوا تقدروا رعبة كلها خبرات البنات يعني استفادت جدا من الكلام دوت وقدروا تنفذوا بشكل مباشر في المباراة. إنهم ما شالوا عدكم المباراة. يعني كانوا نجوموا المباراة كلهم. الحقيقة الجهد توزع طول المباراة على الأفراد الفريق. الفريق تقريبا معظمه شارك. التلاتاشر لعبة تقريبا شاركوا في المباراة وكل لعبة كان لها دوره. وده اللي مطلوب منهم من الفترة الجاية إن إحنا فريق جماعي وهنقدر نفوز بالبطولة باللعب الجماعي بتاعنا إن شاء الله بإذن الله. طيب قولي يا كابتن احنا عندنا بكرة إن شاء الله الساعة 4 العصر. هل لعب أسك مموزة الإفواري. طيب طريقنا شكله إزاي؟ يعني احتمالات دور الثمانية إيه وإمتى ودور الأربعة ودور النهائي إن شاء الله نوصله. يعني الطريق ماشي إزاي واحتمالات نقابل مين في الأدوار المختلفة يا كابتن؟ دوسة كابتنها إيسم احنا رتبنا المجموعة يعني اللي بطولة مترقامة لحد النهائي. فالحقيقة إحنا لما بعد ظهور المجموعات كلها وترتيب المجموعات ورؤوس المجموعات والترتيب من واحد لأربعة عدرنا إن إحنا نحدد طريقنا لحد النهائي إن شاء الله ممكن نلعب مين. بص هو في طريق. بعد إحنا ما فوزنا على فريق كينيا ده تقريبا إحنا خلينا فرق كينيا كلها تبقى مع بعض في طريق واحد. التلات فرق بتوع كينيا وفريق كاميرون بقى في طريق واحد فرق منهم هتوصل نهائي لحد النهائي. ممتاز. الطريق الثاني موجود فيه الأهلي وفريق كوليبيا التونسي وفريق كرتاج التونسي برضو. دول هيقابلوا بعض في طريقهم لحد النهائي. فإحنا إن شاء الله بعد آسك مموذة ممكن نلاعب فريق كوليبيا التونسي وبعد يهي ممكن نلاعب فريق كرتاج في قبل النهائي إن شاء الله. ممتاز. يعني ده لأنه طبعا بعد ما ترتبت الفريق زي ما حدك قلت خلاص بقى كل فريق. ويمكن مباراة مبارح دي يا كابتن كانت عنق زجاجة. لأن انت كده كنت هتخش في الحقيقة مباريات بدانية عالية جدا. الفريق الكينية والفريق الكاميروني كنت هتصعب على نفسك الطريقة كابتن حمد. أكيد يا كابتن. إيسم إحنا مباراة مباراة دي مباراة يعني كانت مهمة جدا من نسببنا إن إحنا نبعد عن المباراة البدانية العالية إن انت كنت هتلاعب تقريبا فرقتين من كينيا وراء بعض قبل ما توصل للمباراة النهاية فكان هيبقى الطريق صعب شوية علينا انت عارف فرق كينيا كلها. التلات فرق الحقيقة مستوىات عالية وقوة بدانية رهيبة. يعني مش عاوز أقول لك يعني يعني كان فيه يعني لعب موجود. مش عاوز أقول لك زي الرجال. لا. هو فعلا إمكانات راجل. يعني الحقيقة نحنا شفنا المباراة لو متصورنا مباراة الناس كنت هتستعجب من القوة البدانية. لا. راجل بيلعب قصاد البنات. يعني الحقيقة يعني البنات مباراة أفضل بجد والله العظيم من قدره يقف قدام القوة البدانية العالية اللي بتلعب قصاده مباراة دي. يعني الحقيقة. خلي بالك يا كابتن وحددك طبعا كابتنك كبير والأسطورة الكبيرة ما هو في أفريقيا الموضوع بيبقى كده للأسف انت بتروح بتصطدم بطاقات بشرية جبارة يعني فالحقيقة البنات مباراة حشان يحولوا من واحد صفر لثلاثة واحد لا فعلا يا كابتن فريتك حاجة تشرف الحمد لله والله كابتن عيسام احنا اتكلمنا معاهم وقلنا لهم الموضوع مش مش صعب ولا هو سهل الموضوع أو التركيز واحنا ما متكلم ومركزين اهو في الحتة دي لعبة مركزة جدا ونفسهم يجبوا البطولة دي لجموارهم والنادي بتاعهم عارفين ان في دعم كبير جدا من جماري النادي الاهل خلق وراهم وهم مقدرين دوت وكل اللعبات الحقيقة ما فيش حد بيبخل بأي جهد ولا أي عرق لصالح الفريق ودي حاجة يعني انا بعد المباراة على طول اجتمعت بيهم وحييتهم وما اتكلمتش في الفنيات بس اتكلمت على حاجة واحدة قلت له يا جماعة الروح اللي بتلعبوا بيها دي هي الروح النادي الاهلي ودي اللي هيكسبنا انا محتاج الروح دي في كل المباراة لو لعبتوا بالروح دي في كل المباراة ان شاء الله البطولة بتاعتكم يعني بإذن الله ويمكن كابتن دعم كابتن محمود الخطيب الحقيقة للكرة الطائرة بشكل عام رجال وسيدات واجتماعهم والفطار اللي كان مع حضراتكم قبل يعني انتهاء رمضان بأيام بتهالي كان دعم كبير حتى فريق الولاد ما كان معنا من يومين الحلقة اللي فاتت فريق الرجال الحقيقة قالوا ان اللقاء ده كان لقاء مهم وكان دفع كبير جدا للفريق اكيد طبعا كابتن هاسم حضرتك اكيد طبعا كابتن محمود الخطيب ما بيسيبش اي فريق بمثل النادي الاهلي سواء محليا او افريقيا الهاجئة اللي قاعدة دي اصارت جدا في البنات بعد الفوز بالدورة وكيف وزيما اصارت في فريق رجال بالقوة والحمد لله قدر يخرج من الكبوة بتاعته رفعت معنوات البنات جدا وكلهم عارفين ان مجلس الادارة كله بيشجحهم وبيدعمهم عندنا اتصالات كل يوم من كابتن خلد العودي مدير النشاط الرياضي وبيبلغنا في حياتك كابتن خطيب وانه مركز معانا وبيتابع النتائج بتاعتنا مجلس الادارة الحياة كله وقف دهارنا ان شاء الله باذن الله دعم دوك يتوق بالبذورة ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يا كابتن حمدي وعايز اقول لحدك ابشارك ان شاء الله قناة الاهل هتبقى معاكم في قبل النهائي والنهائي ان شاء الله زي ما عملنا مع الرجال وهنزيع باذن الرحمن ان شاء الله مباراة قبل النهائي والنهائي وان شاء الله نكون دعمين لكم كل التوفيق لك يا كابتن حمدي الصافي شكرا كابتن عالس شكرا لحضرتك ودعواتكم معنا شاء الله وسلامنا لكل اللاعبات كابتن حمدي الصافي المدير الفني الفريق نادي الاهل الاول لكرة طائرة سيدات من تونس من خلال بطولة افريقيا مشكرك شكرا جزيلا يمكن زي ما قلت لحضراتكم مباراة مبارح لانبيب الكيني سهرت جدا عننا الطريق تخيلوا بقى احنا دخلنا في سكة ابطال كينيا تلت فرق كينيا معهم الكاميرون كان ممكن اللاعبات توصل على الفينال مجهدات جدا جدا ولكن الحمد لله المكسب بيجيب مكسب ودفال حلو ان شاء الله نستطيع ان احنا نفوز مباراة بتاعة بكرة ونخش بعد كده على كوليبة التونسي ونخش كمان على كرتاج التونسي في النهائي يا رب يا رب ان شاء الله ويتوجنا بكأس افريقيا عشان يكون مع الرجال بجانب الرجال في الاهل الجزيرة احد الكؤوس الغالية على قلبنا هذا الموسم لانه هيطلعنا بعد فترة طويلة الى سوبر جلوب او سوبر جلوب البطولة العالم او كأس العالم للاندية لكرة الهد اللي بتقام في السعودية بعد الفصل يكون معايا نجم حراسة المرمى عبد الرحمن حميد ونجم الفريق عمر خالد كستيلو ولكن بعد الفصل اهلا بحضراتكم من جديد يمكن كرة الهد طول الموسم حقيقة جمهور النادي الاهلي ما كانش فيه يعني مزاجه حلو من الفرقة الشوية كان فيه بعض الظروف الصعبة واللحظات الصعبة ولكن استطاع الفريق بامانة والنادي الاهلي كان من وراهم مجلس دارته والنشاط الرياضي كانت اتخاذ العوضي كل المجموعة الحقيقة كانت في ظهر هذا الفريق وعندها ثقة فيه والحقيقة الفريق صالح جمهوره باغلى كأس هذا الموسم كأس يعني يعتبر هو الاغلى اغلى من اي كؤوس يعني راحت منهم السنة دي وكأس السوبر الافريقيا لانه بيودينا كأس العالم الاندية واللي هكون لنا شأن فيه اخر ان شاء الله من احد ابطال الفريق ومن احد النجوم الحقيقة اللي دايما تقدر تبني عليه حساباتك لاعب يعني صاحب مستوى ثابت تقدر تبني عليه حسابات تقدر تعرف هو في الملعب ان شاء الله مستوى شكله ايه معانا نجم النجوم واحد نجوم الفريق كابتن عمر خالد كستيلو اهلا بيك يا كابتن مبروك وكأس غالي وبنهنيك على الكأس والمستوى اللي رائع اللي انت قدر الله يبارك في عبدالك وطبعا اشرف ليانا عبد مع عبدالك وعلى الشرس كانت اللي عندي علي وفحيي جمهورنا دي لالي كله بتفرج علينا بنوارنا كبه بنوار حضرت الحقيقة النادي الاهلي بيحسدون على حراسة المرمى انتوا دايما بتقولوا حراسة المرمى مش انتوا اللي بتقولوا كمان ده الخبراء بيقولوا حراسة المرمى هي نص الفريق الحمد لله عندنا اتنين من نجوم 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 حراسة المرمى في مصر وافراقيا كلها النهاردة هيكون معانا النجمين هنبتدي بالنجم الاول عبدالرحمن حميد نجم نجوم حراسة المرمى لمصر والنادي الاهلي اهلا بيك عبدالرحمن اهلا بيك عبدالرحمن ما اقولتش كلمة غير ما شاء الله عليك عم المستوى هايل اداء وروح تناغم بينك وبين طه مين اللي لعب مش فرق المهم ينكسب يعني بيهنيك عالمستوى والدول اشكرك جدا وورا حبيك طبعا طب اقول لي عبدالرحمن انا عايز ابتدي معاك من اصعب لحظة بعد ما انتهى الدوري والكأس والسوبر المصري او سوبر المحترفين المصري ولم نوفق وخدنا قرار راحين نلعب السوبر افراقيا وجي من دير الفن جديد كلمني عن اللحظة دي المعاناة دي اللي تولد منها المكسب كلمني عن اللحظات دي لا طبعا زي ما احنا رجب تقول الموسم كان صعب جدا ان احنا خسرنا في بداية وخالص كأس مصر وعا كده خسرنا الدوري والسوبر المصري فكانش قدامنا حل تاني الصراحة غير ان احنا لازم نكسب لان طبعا النادي لاحي مفعش يخرج بموسم سفري بلاس ان السوبر الافريكي دي اهم بطولة في الموسم فلازم يعني كان لازم نحضر ومدرب لسه جاي ما بقالوش كتير فلازم ياخد عفرقة بسرعة ونعالج اخطاء بس انا الحمد لله ان احنا قدرنا فعلا ان احنا نعالج اخطاء كتير جدا وما خدناش وقت ان احنا نتأقلم عن مدرب وان هو يتأقلم عن فرقة فربنا كرم فعلا الحمد لله وقدرنا ناخد السفر الافريكي وزي ما حالك قلت برضو ماتش كالس الكويس كانوا رايب جدا وكننا احنا اقرب كمان يمكن بس اخطاء في الاخر خالص هيا على الشدي خبرات تكتسبوها بس برضو ارجع واقول يمكن المدير الفني لما جيه كان وقت يضيع واحنا كلنا عارفين الكلام ده هو ما كانش عنده عصة سحرية هيقول نكسب هو اشتغل معاكو على ايه يعني عايزين نعرف الكواليس دي الحاجات الفنية اشتغل معاكو في الدفاع يعني احنا لقينا الفريق دفاعاته مختلفة المقابلة مختلفة الجبات اللي كانت موجودة في خط الظهر عندنا او على الدائرة في الدفاع قلت وبناء عليه اداء كنت كحراس مرمى بقى احسن كلمني المدير الفني اشتغل علي الفترة دي لا او زي ما بقول لحضرك هو فعلا مستر داني قال احنا بقول مستر قال ان احنا اهم حاجة عشان نقدر نعالج اي حاجة ان احنا نبقى مقتنعين ان احنا عندنا اخطاء وان احنا نحاول نصلاحها كل ما بتقلل اخطاء كل ما بتبقى احسن وممكن تكسب فهو اشتغل على اخطاء احنا مش يعني الاول كان مطلع ازي ما ليك برا لحسابات خلص ان احنا لازم نعالج اخطاء احنا الاول وبعايا نبدأ ان نحضر ليهم وفعلا كنا بنشتغل عادنا حتى سافرنا اسبوع خمس ايام او اسبوع المغرب عشان يعني نتأقلم مع بعض اكتر وان هو يعرفنا اكتر بس فعلا تلاقينا الاسبوع ده في المغرب كنا بنعالج اخطاء احنا بس بس بنتزع لفرقيته بس 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 احنا جدا يمكن كان نقوم يعني فعلا لو انت عملنا حسابات ان احنا نشوف كل مطش كان لفرقة لها كم خطأ مسلا ممكن يخصرك فمطش السوبر كان الاقل اخطاء فعلا صحيح بربو عليك ربنا قرمنا الحمد لله وقدرنا ناخد المطش اللي هو الاهم وجايين من بعيد وكنا متأخرين شرط الاول وبعد كده شرط التالي ده معنا كده ان احنا نقدر ودي كتلميزة ويمكن برضو اجيلك يا عمر يمكن انت الموسم كان صعب عليك موسم اتعرضنا الاخفاقات وكان مليء بالاصابات بالنسبة لك ومع ذلك انت الحمد لله ما شاء الله يعني ربنا يحفظك يا ابني كنت بترجع من الاصابة حساب الاول وبترجع من الاصابة يعني كنا نقول عمر موجود في الملعب ففي اداء ثابت من ناحيته سواء في الدفاع او الهجوم كلمنا عن الموسم ملاحظاته الصعبة سواء اصابات او اخفاقات طبعا الموسم بدأ معايا كان باصابة انا كنت راجع من بلودة افريقيا في كاسكوس في شهر ثمانية طبعا الحمد لله كنا كذبينة كان نخينا على ماتش السوبر الافريقي انا بدأت الموسم باصابة كان عندي مهزة في الضمة فما لعبتش للماتش السوبر الافريقي وعدت فترة كمان ما بلعبش في الدوري رجعت تقريبا على شهر 11 كان اسبوع دولي رجعت عليه لعبت لعبت شهر اثنين لعبت بلعب ماتشوات وانا لسه عندي لعبت ماتز مالك كان في واحد اثنين مهزة سليم فتصابت في الماتش ده برضو في نفس الاصابة دي كانت مراحل كانت صعب عليها جدا رجعت قبل في السوبر المحترفين رجعت قبل ثلاث ماتشوات بطالة السوبر ايدي برضو اتفدحت في خياطتي ايدي فكان في حاجات غريبة بتحصل لك يجي على لعب بوسم يقول لك أنا مش عايف بالضبط فلعبت ماتز مالك وانا كانت ايدي متخيط طولة السوبر افريكي وكاس الكوس ان انا على حال اجهز بنسبة 80-90% الحمد لله ربنا كرامني طبعا لازم اشكر ناس على اللي هو الصالوني لكده دكتور محمد شاوي ده طبيب متاخب مصر ودكتور محمد ابراهيم ودكتور مصابة طبيب النادي العلي اللي هو لازم اشتغله معايا الناس محدش اثر معايا في الاصابات دهيات خالص اشتغل معايا عشان اجهز للبطولتين والحمد لله قديت مطسوبر بصورة كويسة جدا وبطولة كاس كوس قديتها برضه بصورة كويسة فالموسم كان صعب عليها جدا كان لازم اختم الموسم بشكل كويس كان لازم زي ما حمايد قال بطولة السوبر كانت مهمة لنا كلنا بطولة بتاهمنا لكاس العالم فكان لازم كل واحد يعمل اقصى حاجة عنده يضحي بأي حاجة عنده عشان بطولتين ديوت بطولتين بدايتنا كان بطولة السوبر فكلنا كنا بنضحي كلنا سيبنا كل حاجة محدش فكر في حاجة محدش فكر في صبات محدش فكر في حاجة خالص كله كان مركز في البطولة ان كل واحد يخش يعمل اقصى حاجة عنده عشان نكسب عشان نوصل وزي ما حمايد قال ان اخطاءنا تبقى لأيه دي كت اهم حاجة في الموضوع خالص ان اخطاءك لازم تبقى لأيه ان لو اتفرجنا على مطساطنا اخطاء لأيه هو اللي بيكسب الموضوع ليك شوف انت قلت كلمة حلوة جدا الموضوع مش موضوع يعني انت لازم تشتغل على نفسك زي ما قال مستر داني او كوتش داني وقال عبد الرحمن بالضبط ان هو الموضوع ما بتخلص فريق به انا هو واحد تعادل واحد تعادل فأكيد الاخطاءة الصغيرة ديت هي اللي بيتخلص الموضوع فالأخطاء لأيه اللي هيكسب وده اللي احنا حاولنا نعمله بس قدرنا ان احنا نعمل بعض احنا كنا كويسين احنا احنا كنا بينضيع في الشوت الاولاني صحيح بس احنا كنا بينضيع الشوت الاولاني عشان كده هم بتفوقوا غير كده لأ احنا شوت تاني لما كل كرة كانت مهمة كل كرة مركزين فيها لمينا بعض لمينا الاسكور لغاية اخر وقت بكفاضل اربعين سنة كاسبين فريق اتنين خلاص بالنسبة لنا الموضوع خلاص خلاص فالحمد الله وربنا كافيكو على ما جوكو طول السنة وخلي بالك برضو انا زي ما سألت عبد الرحمن هسألك كدش داني لما جاء يمكن فيه لعيبة ما عرفهاش مصاب يعني انت كنت مصاب اه يعني انت كنت مصاب معظمكم ما عرفكوش يعني مين اللي قام بدور خلي بالك مهم جدا انت تنقل السورة عشان توفر وقت لانه انت لو هو مدير فان لسه يكتشف اللعيبة ممكن نخسر تاربع بطول صح ولكن انت مطالب منه نوعي يكسب مين اللي قام بالدور ده مين اللي وصله اللعيبة ولا هوش فيديوهات ولا يعني ازاي اتعرف عن فريق اعتقد اول ما داخل فريق كان معا ورقة كده بقسامينة وصورنا انا شفت الورقة دي انه هو يبص على صورة كده فيعرف مين اللي هو بيتكلم معا دي معلومة حلوة اه دي انا شفت الورقة دي بس كان معنا جهاز بقراطة كابتن ياسر لبيب كابتن احمد سالم كابتن شامع ابوهاب ده الجهاز الفني اللي كان موجود اه المعاونين فاعتقد ان هم قالوا له كل كبير وصغر جوالفرق واعتقد ان الراجل تفرج برضو اكيد انه هو ما اعتقدش انه هو هيسمع بس لا بتفرجه بس حتى انا اول كلمة قلت لكابتن احمد وكابتن مشو انه لسه رجع من الاصابة رحت راحد عني فالراجل كنت لسه بالظبط كنت راجع بلابيومين او الراجل مثلا مسترداني وصل الساد انا نزلت تمرين تاريما الاربع فدي كانت اول تبين فقلت له فقلت له حد بس يعرفه انه الناس راجع من رابع عليك ده زكاء مننا او الظبط انه انا مثلا انا مش هنزل الملعب اللي هو هايليني مثلا مش جاهز فاقول لك في حاجة غلط او حاجة هم عارفنينش فقلت له تقريب بس هم قالوا ان هم عاموا بالدور ده من غير ما اتكلم فطبعا باشكرهم عليه بعدين مسترداني اعتقد انه فشاط سبرا المحتكفين كان بيتفرج على الفرق لازم يتفرج على الفرق لازم يعرف فدي حاجات برضو كانت بالنسبة لي اثرت عليك تريق شوية بالزبط يعني عرفته من انت بالزبط كده وبعدين دخلنا كمان زي ما حمايد قال اسبوع متاع المغرب ده بجد اللي هو كان نقطة فاصلة في التعارف بعدين مع بعض طول الوقت بدأ يتفرج في التمرين عملنا بماطش ودي في المغرب ده اعتقد انه فادنا كتير ان هو شاف الفرقة شاف كل واحد بيتمرن ازاي بلعب ازاي كل واحد بيطلع اكتر حاجة عنده فبدأ يتفرج يشوف مين مناسب في الولد دوت ومش مناسب في الولد دوت وبرضو طول كاس كوز كان بيتفرج اكتر ايو ما طبعا مهتابع بس خليني برضو روح لحمايد في حتة برضو عايزك تشاركني فيها هو لما جاء الخواجة برضو كان عنده مطش مهم اللي هو السوبر مش دورة مجمعة مهمة اللي هو السوبر المحترفين المصري وكان عندنا مبارايتين سبورتينج طريبا وطلع الجيش صح وبعكدا خلنا على مباراة الزمالك فاذا هو دخل على مباراة جامدة ومباراة قوية وفنو طايم فيمكن مبارايتين قبل مباراة الزمالك اللي هم هليوبلس وسبورتينج عرفوه شوية عن الفريق إيه اللي قالهولكو إيه اللي كان بلهولكو في قط اللبس خاصة أنه لسه بتعرف عن الفريق يا لقط اللبس كان بيقول فيها إيه لا وانا عايز أقول لحالك برضو النقطة حالكت كان فيها دي صحة بس أنا شايف أو اللي استنتجناه أن عن طريق قابتن خالد العوضي والجهاز كله كانوا وصلين لداني أنه هو أن دي يعني السوبر المصري دي أول سنة ليها فأحسن أن انت تشوف اللعبة دي في المتشاط دي عشان السوبر الأفريقي وكاسة كورس هو بس على السوبر الأفريقي هو ما كانش يعني ما كانش مدي اهتمام حتى قبل المتشاط ما كناش حاسين أنه هو مهتم أو أن احنا نكسب يعني أو بالنتائج هو كان عايز أن تشوف اللعبة فعلا يعني هو جي قبل مطش اليوب اللي هو أول يوم في المجمعة أول يوم يعني في المجمعة فعلا أول مطش جي قبل هي بتاعت فهو ما يعرفش قصة مين بيلعب أساسي ومين مش أساسي فلاعب الناس كلها هو كان باصس بيني وبينك وتفكير سليم أنا ما بصش تحت رجلي أنا فترة قصيرة بس لازم حق التارجد بتاعت التارجد الكاس اللي احنا شايفينه بس خلينا عبدنا نتكلم بتفصيل أكتر بينفعش نكون في يوم زي ده بنحتفل مع اللعبين ما يكونش معنا أحد اللعبين الحقيقة اللي عمل طفرة كبيرة جدا سواء في السوبر أو في كأس الكوس فجئنا بالمستوى الكبير ليه؟ وكمان جوا الملعب قائد وشفناه بعد المطش هو بعيط معنا الكابتان وكابتن فريق كابتن إسلام حسن أهلا بيك يا كابتن إسلام نايش مالأخبار الحمد لله وحشني جدا 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 حبيب يا كابتن عائز عايز أقولك أن أنا يعني أنا أنت من اللعبة اللي بحب أتفرج عليها والله العظيم يعني مش بقولك زيما أنا كنت بحب أتفرج عليك حبيب يا كابتن بس يعني الحقيقة أنا بهنيك يا كابتن على المستوى الروح يعني أقولك كسله بمثل طب ليه مثل كده يا كابتن إسلام أقولك بكليل عبني وينجرايس هو راجل مصمم حمايد اللي يلعب شفت بقى شفت بقى يعني بس سيئ بس هيا الفكرة برضو خلي بالك أنت كان عليك دور أنا أمكان أشارتي إليه بشكل أو بآخر أن اللعبة الأدام والجهاز الفني أسروا الوقت على المدير الفني كلامي صح يا كابتن والله يبص يا كابتن إسلام هو يعني على طول أنا بقول لها الموضوع كان صعب جدا يعني اللي يكون فعون الرجل خدمة سؤولية في وقت صعب جدا أنت دخل على يعتبر بطلتين وهو بفترة قليلة جدا في التمارين قليلة جدا في عدد التمارين قليلة مطسوات كتير قوي وعدد التمارين قليلة ودي صعب جدا أن حد يأثر فيها في فريق وفريق جاي من خسارة الله ينور عليك صح فعلا عارف اللي هي شربتها شربت المدرسة دي وفي نفس الوقت هي لايقة على اللعبة المصريين خلي بالك برضو نفس الكلام مستر أجوستي في الباسكت نجح أسباني بالزبط كده وإحنا جربنا كمين في الهندبول إحنا بقى أن الثلاث أو أربع سنين جربين في الهندبول المدرسة دي أكتر مدرسة لقيت على على الستايل المصري لأنك ما عندكش أجتام كبيرة إحنا عملنا دعاية كده لأسبانيا كتير يا كابتن لا فعلا هم يتحقوا مدرسة محترمة جدا وخلي بالك إحنا لو كوالتي لتعلى اللعيبة وليل ما كانتش هتنفع لا يا كابتن كوالتي وليل يا كابتن يا كابتن أنت أحسن فريق في مصر والله ما بلول كده عشان أنا بتكلمك إن كوالتي بتعلى اللعيبة ساعدت المدرسة دي ما تنجح طبعا ولسه كابتن عندك كتير بس خلينا أقول أنت كان عليك دور كبيرة كابتن إسلام لأن أنت كابتن الفريق والقائد للفريق فكان عندك مهمتين مهمة نفسية لأن اللعيبة الحقيقة تعرضت لإخفاقات كتيرة برغم أن إحنا كنا أغلى في هذه الإخفاقات إحنا الأفضل ومهمة تانية فنية أن أنت عايز بسرعة نقف على الرجلين عشان ما نطلعش بموسم صفري كلمنا عن المهمتين ونجحت فيهم إزاي كابتن إسلام لواحدة ما أقولكش أن أنا أشايل كل حاجة لوحدة لها مش لوحدة بصراحة هي لها كذا جانب طبعا المدربين اللي يوم كل احترام كابتن أحمد سالم وكابتن بيش وحتى الدكاترة وكل الناس لها احترامة لكن أنا معاهي في الفريق مصري وخليل اللي قاموا بالدور ده كويس جدا والفريق نفسه عنده استعداد أو الفريق بقاطر إنه هو يكسب إنه هم حاسين بالمشكلة اللي احنا فيها إحنا إحنا فريق بيتكون يعني إحنا دقريبا 16 واحد لعيبة صغيرة جدا فإن أنت بتكون الفريق ده وبيحصل تجديد في الدماغ ده بيبقى موضع صعب جدا لكن إحنا بأمانة ربنا اللعبة دي ساعدتنا جدا اللعبة إحنا ما حسناش إنه هم صغيرين دمخهم كبيرة جدا عقلياتهم إنه هم محتاجين إنه هم يكسبوا على طول عشرين المكسب ده فرق معنا جدا وساعدنا إنه الكلام اللي بنقول أو الكلام اللي إحنا عاوزين نحفزهم به هم من جواهم هم مستوعبينه جدا فده بيسهل الطريق جدا علينا طب كابتن يمكن برضو يعني الناس بتتكلم على المشاركة بطولة العالم أو كأس العالم الأندية ودي غبنا عنها كتير وإنت عارف طبعا طموحات جمهور نادي الأهلي ملهاش حدود وإحنا كمان معاهم لأقصى حد ممكن نفكر فيه أكيد أنتم بصين على كأس العالم عايزين تأدوا فيه أداء كويسة خاصة أن فيه أخبار جاية من المتحدة الدولة إنه إحنا نتجنب بطل أوروبا في البداية شايف مشاركتنا ممكن تبقى تاريخية المرة دي يا كابتن والله يبص يا كابتن هيسم إحنا فريق كأنادي الأهلي وأي فريق مصري وأي منتخب مصري إحنا ما نحبش موضان إنه إحنا نروح نعمل عارف له أداء مشارف وخلاص إحنا عاوزين إحنا عنيننا أكيد على مداليا وأكيد إحنا رايحين إحنا نعمل نجسب مداليا والحمد لله إن الموضوع كمان يختلف كمان إن أنت ممكن لا تلاقيبش بطل أوروبا في الأول بقى يساعدك أكتر وفي نفس الوقت إنت الريكورد في النادي الأهلي إن أنت الفريق واخد بفضية قبل كده صحيح إحنا طبعا إحنا بنأمل إن إحنا نرجع نعمل نفس النديجة الثانية إن إحنا ناخد حجم المداليات وإن شاء الله نقدر نشرف مصر كلها إن شاء الله يا كابتن إسلام وإحنا يعني بنحبك جدا وأنا يعني أنت باللعيبة المقربة جدا اللي هي أمانة وبحب أشوفك جوا الملعب بشكرك يا كابتن إسلام وأقول لك ألف مليون مبروك يا كابتن أشكرك لك وسلام الكستل وحماي ومش هيمثلها كابتن لو هيدك بقيت الحلقة مش هيمثلها حبيبك 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 يعني الجميل في فرقك كنها صغارين يعني أنتم حتى ما شاء الله ديفنا النهاردة كلهم سواء عمر سواء أنت سواء طاها سواء سيف كلكم لعيبة صغارين بيمكسكوا بعض الخبرات بنكتسبها يمكن بلحظات صعبة ولكن أكيد زي ما قال كابتن إسلام أنتم مصدقين نفسكم أنتم فعلا أحسن مجموعة مصر والله فعلا كابتن إسلام بيتكلم في نقطة أنه يعني أنهما ما حسوش أنهما لعيبة صغيرة بس إحنا برضو لازم فيهم كلهم حقهم اللعبة كبيرة في فرقة إسلام ومصري ومصطفى خليل وحجاج أنهما فعلا برضو هما لو يخلونا ما نحسش أنهما لسه زغارين أو أنهما نبدأ فبيوفر علينا كتير جدا في الطريق الصراحة أنهما نحس أنهما معتمدين علينا ومسكين فينا دي بتوفر كتير قوي فعلا طب قولي يا حمايد يعني يمكن أنت لك تكس قبل المبارة ما شاء الله أنا يعني عارف القصة دي وعارف أن أنت يعني تنزل مركز وأولوياتك الأولى والتانية والتالتة هي اليد كرة اليد أنت مركز في الهند بشكل كبير كل اللي بععد معهم بيقولوا نفس الكلام قولي تكوسك قبل المبارة يعني يعني مثلا رايح مطش السوبر الأفريقي مطش صعب وانت 50% أنت وطاها من قوة الفريق بتروح تعمل يعني يعني إيه تكوسك وانت راح الملع يعني ممكن يعني دي بقى حاجة شخصية مثلا أورى قرآن يعني بعد ما بقرآن حاجة غريبة بسمع أغاني بس بس كلها تبقى أغاني حماسي يعني بحيث أنها برضو ممكن تدخني وممكن أسمع أغاني للأهلي أصلا حب أنها مابل مطش جدا الصراحة أبتحب أنها وليزم دوش كده ساقة فوق الدنيا أنا عرفت أنت من اللعبة لما تحب أن تخش في مد المباراة أنا أخش مد المباراة أنا في الملعب لا أحب شد نفسي بالضبط بحيث أن أنا ممكن أنت تقلب أنت تبقى تركيز زيادة أو مثلا ضغط أكتر علي فبحث أن أنا محتاج أفصل لحد موصل للملعب بأبدأ بقى لبالك أنت أكتر مركز محتاج تركيز أنت الجزء من السنة يفرق أنت رفليكت للكورة كمان بيبقى فيه يعني طبعا أنت بتتفرج على الفرق قبل ما تلعبها أو بتحضر للمطش كويس فيه طبعا الجوان بتفضل تحب تتفرج كذا مرة تحب تتفرج قبل المطش على طول فأنا مش من نوع دستر أحب أتفرج ليلة المطش مرة ونام حيث يمكن برضو نفس السؤال لك عمر يمكن أنت أكيد لك بس والموسم طبعا كان صعب عليك أنت مفيش تقوز كتب تسأل لحية تستعمل تقوز بس يعني ختمها ميز كرم أخير كرم أنت تقوز هل أنت زي حميد بتحب تروح على المباراة طول أو تحب تركز يعني قول تقوز كتب نسحة لفطر فمسلا في ساعتين قبل الغدا نوم حلو ساعتين بعد الغدا أشغل شغالة في القضاء أنا مدر كما حميد كده مركز قبل ماتش خالص خالص إذا أنا لم يخش لبس نبدأ المحاضرة أنا كام ركز قبل كده مش موجود أنا عادي جدا ممكن أفضل أهزر واتحك وعادي أشوف مثلا أحد شديد مثلا نتكلم معه أكلم معه شوية حد مركز قوي فخلاص نزود التركيز ونسيبه بعدين ننزل ببعد ده ما نتبه في سماعة فودني بالنس مع غاني بأرى قرآن طبعا قبل ما أخش القوضة قبل قرآن 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 أجهز أجهز ألبس سأبدأ نركز خلاص دي بداية التركيز عند سأبد كده بحس أن مثلا حماد قال أن شوية تركيز زيادة فممكن تريب علينا بعكس أنا مش هدد نفسي مركز قوي فممكن أنزل الملعب عامل كده فلو ممكن نفسك تريد نفسك يعني بره بره ممكن أبرا المطش كمان لا أنا مش أبرا 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 كده بس الكل اللعب بتكوس خلي بالك الحاجات كمودية جدا أبرا 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 تزعلوا لما الجمهورية انتقد يعني مثلا لو أدينا أداء وحش تزعلوا من الجمهور لما انتقد الانتقاد الذي يفيد ني أنا عندش فيه مشكلة بس لو مثلا انتقاد بزيادة بزيادة بس في مصلحتي أو مثلا هو شايف لو أنا عملت حاجة غلط فتقالت أنا وعند مشكلة مثلا لو بزيادة أو مثلا في تجريح أو في حاجة ده يزعل طبعا أنا عندي بابايا أو أمامتي طبعا بشكرهم على أي حاجة عملوا معي والناس ساعدوني جدا في إصابة أبرا 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 طبعا نزال أنا لازم تعرض لكل جزء من ضريبة أنا موافق إذا هناك مزايا هناك عيوب أنا مزايا في نادي كبير ونادي جامحيري أنا طول الوقت معروف وفي العيوب أنا أكيد سنضح أخبر هذا طبيعي وكل أخبر اصدق الانتقاد بتون تجريح. بزبط. انا وعندش مشكلة في الانتقاد خالش. احنا بتضييع. بزبط. لان اشوف. طب روح لحمايد يعني انت اكيد قصدك تعمت معاك. اكيد. طبعا بصراحة انا وردو تعرضت الاسابة في بداية الموسم كده في كتفي غريبة جدا. بس انت ما طولتش. لا انا مكمل فيها لحد دوات الهيس. لا تتبقى. اتخنيت معاف ناطش الكاس اتخنيت معاك. اتخنيت معاك. اتخنيت معاك. اتخنيت معاك. اتخنيت معاك. انا كانت المفروض تأخذ مني مثلا اسبوع. لو انا رايحت ما رايحتش. كان دوري في السوبر المصري في افريقيا. فبازي تاكت. لا. ما بعرفش انا بصي اصلا. انا انا بقول لهم اصد. انا بصي انا بصي بعيد. لازم حد بيقرب لي. كان حتى اسلام حسنا عارف. كان دائما يجيلي كده يقرب. وبرضه طبعا زي ما كنت قلت له لازم اشكر الدكاترة لوافة معايا. دكتور عمر يوري دكتور منتخب. ودكتور محمد شاوي دكتور منتخب. ودكتور مصطفى نجيب. دكتور محمد ابراهيم. الناس دي ما صارتش معنا في حاجة الصراحة بالذات. اه. وخلي بالرغم من خسرتنا كأس الكقوس الافراقية. بس انت كنت نجمي الحقيقة. وانا كنت متابع المباراة. كنت نجمي من نجوم. والحقيقة جبت لنا كزا مرة ادفانتج. ان احنا ممكن ناخد المباراة. بس يعني قدر الله مش افاعل. بس دي حاجة كويسة. انا نفسي الوقت يطولها لك انا عندي كلام كتير جدا اقوله. بس انا بشكركم طبعا لشانستعبل الزملائك التانين. حميد نورتني والشرفتني. منورك. منورك لابتنا يسم ومسوطين جدا طبعا احنا كنا معاك. وشرف لينا. شرف لي يا حبيبي. وعمر بشكرك شكرا جزيلا. ويا رب بيبقى الموسم القادم بدون اصابة. يا رب. طبعا بشكر تاني الدجات اللي تعيشت معاك فترة طويلة. سواء دكرة عمر دكتور شوقي. دكتور محاول ابراهيم. دكتور مصطفى. دون ناس دعبت معاك جدا. وبشكر اهلي تاني. وبشكر اي حد ليه في جنب الفترة اللي فاتت. في الفترة الصعبة ديت. وطبعا شرف ليه. لنا كنت موجود محظوظك الناردة. شرف ليه. مبروك علينا كالسوبر. ومبروك على جمهورنا ديالي. كلنا. شرف مرمى. وايضا ياسر سيف اللاعب الصاعد. الواعد بقوة. ولكن بعد الفصل. اهلا مع حضراتكم من جديد. وزا ما قلنا لكم الحمد لله فضل الله. يعني ربنا يحفظهم. احنا عندنا احسن حراسة مرمى في مصر. الحقيقة. عندنا نجمين كبار. كان معنا النجم الاولاني في الفكرة الاولى. عبد الرحمن حميد. معنا. نجمينا التاني في حراسة المرمى. واحد افضل حراسة المرمى في مصر افريقيا في الوقت الحالي. معنا عبد الرحمن طه. اهلا بك عبد الرحمن. اهلا بك عبد الرحمن. والف مليون مبروك. كأس يعني انتظرناه. وانت وعدتوا وفيتوا بهذا الكأس. الله براك فرح ذلك. الحمد لله كانت فترة صعبة الفترة اللي فاتت دي. الحمد لله دلنا فرح جمهورنا ديالي ببطولة غالية من بطوات الغالية اللي في السيزن. فالحمد لله ربنا كرمنا بيها. وعشان منروحها للسبجلوب ان شاء الله. تبقى كمان حتى كويسة نعمل عمره في. والله بقول ده. يعني في المملكة العربية الصعودية. يعني كنت هتزوروا بيت الله. ودي حاجة جيدة جدا يعني ان شاء الله تبقى مكافأة جيدة. وخليها كمان نرحب بالصاعد الوعد. احية احد نجوم الفريق اللي بينتظره مستقبل باهر. واللي بيعقول عليه النادي الاهلي في مستقبل كرة اليد كثيرا مع زملائه. منرحب بياسر سيف احد نجوم الفريق. اهلا بيكا كبتا يا سيف. ونورنا يمكن تقابلنا بل كبتا يا سيف. والموسم عادة بسرعة. والحمد لله طلعين بكأس هو الأغلى يمكن كان في لحظات اخفاك ولكن ربنا كرمكو بكأس هو الأغلى. وبعد كده ان شاء الله نتأهل لكأس العالم. خلينا نتكلم عن فترة الصعبة يا سيف. يمكن انت كلاعب صغير. اول ما بتطلع. وبيبقى انت طبعا طلع الفريق الاول. وانت من نشئين نادي الاهلي وبعد كده بتتعرض لهزاي متتالية. تالي دي تبقى لحظات صعبة. اول ما جاي كوتش يعني داني. ايه اللي حصل? تكلم معاكو ازاي? وبصلك انت على مستوى الشخص ازاي? اوه فعلا كان الموسم بدأ معنا بداية. اه الاول بدأنا بكأس الكوس في اول سيزون. وبعد كده الفترة اللي بعد كأس الكوس ما كانتش فترة كويسة. خسرنا السوبر افريقي في الاول. وكأبع كأس ودوري. فكأيتش البداية احسن حاجة. بس فمستو داني جاي اه اتكلم معنا هو على طول كان متفرج علينا واضح يعني عشو هوا عليها في غلطات في كذا وكذا كذا. هنشتغل عليها الفترة الجاية ايه فترة مش كبيرة. زي ايه? يعني كان برضو يعني اه عبد الرحمن الحماية كان بيقول لي يشتغل على بقى اخطائنا. ده ده فكر جاي. ده انت تشتغل على اخطائك وده باي زوية هيخليك تتقدم حتى لو مشفتش خسمة. مجرد انت تشتغل على في الدفاع وقفات معينة. اه مواقف معينة في الدفاع هنشتغل عليها ازاي لو حصلت. كان بيتكلم على التفاصيل اهم حاجة. اتكلم من التفاصيل هي اللي ممكن تكسبك ماتش او تخصرك ماتش ودفاع مفارقة معرف ماتش السوبر. فالجزء ده سعيدنا جدا. ان احنا لو مركزنا على التفاصيل والتحركات والحيات دي سعيدنا ان احنا نكسب السوبر عشان السوبر الماتشات هم وان تخلص فرق جون او قريبة جدا. فالتحركات زي اي يعني كان عندنا ازمة في التصويدات اللي من السبعة ومن التسعة وكنا بنقابل مش بالشكل جاي. ولو قابلنا بيحصل اي جابات على الدايرة. تسقط الكرة على الدايرة وبنتلقى هداف من كده. اه اتكلم بقى ان وقفاتنا تبقى ازاي ساي مسا عن حد قابل يبقى الناس اللي تحت بتغطي ازاي عشان الكرة ما تنكملش تحت او تنزل على الدايرة. كل الحاجات دي ركز عليها. الفترة كيتش كبيرة مساعدوش بقى اكبر مستوى. بس في الاخر برضو هوا حاول يطور على قد ما يقدر في الجزء ده. مهتم بالفاست بريك? يعني هل اه 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 كان يعني من اهم اهم اسلحته الفاست بريك. موجة الاولى والتانية والتالتة وكان عطول كل بيجري. هل هو مهتم بدي برضو? اه اه كان مهتم بيه. كلم برضو عليه في اول تمرينة لنا. كلمنا هنهتم بيه لازم نتطوره برضو. لازم نزبط تحركات بتاعتنا فيه. هنجريب ازاي اصلا باني شكل. اه كل حاجة دي ساعدتنا فعلا في النهاية ان احنا مسلا ماتش السوبر المصري اللي كان هنا. المستوى كان احسن. خسرنا الماتش فرق ثلاثة. في اخر الماتش. بس المستوى كان احسن. فلما خدنا فترة كمان قبل السوبر افريقي وسافرنا المجرب وعملنا مع اسكر فادنا جدا. كل الكلام ده ساعدنا ان احنا في السوبر افريقي نظهر بشكل كويس ونقدر نحسن ماتش لنا. صحيح. طيب خلينا جيلك اطاها يمكن نفس الكلام برضو لما جي للمديل الفني. ليه ما بركز على الفترة دي. لان الفترة دي كانت فترة صعبة. تهيج جهاز فني وقدوم جهاز فني تالت للمسم ده. وفي نفس الوقت انتو كان عندكو امل وتموحات ومش عايزين تطلعوا موسم صفري. جي مديل الفني. اتكلم معاكم انتو ازاي في حرص المرمى. اين الديالوج اللي حصل بينك ومن كوتش دالي. هو يا حضرك اول المضارب ما جاء قاعد معنا نحمايد اتكلم لانتو شمأثرين في حاجة كلها بس هي حاجات بسيطة يعني غلطات بسيطة جدا انت بتغطوها بس انتو جوان كويسين طبعا جوان ليكم مستعب الكبير لانا الفترة الجاية انتو هيبقى عليكم لوت زيادة عشان انت خلاص احنا داخلين اهم بطلتين في السيزن وبالذات كمان بطلت السوبر قالنا بص هعمل لكم كل حاجة خليكم توصلوا المرحلة اللي انتو توصلوا في الماتش ده اعلى حاجة وصلتوا في السيزن فالحمد لله طب ايه الحاجات البسيطة اللي قال لكم انتو نقصاوكم يعني هل مثلا نحية بدنية تركيز نحية فنية ايه برضو الفنيات برضو بنحب نعرفها بنحب نلقى عليها الدوق لان الجمهور النادي اهلي مهتمين بها جدا الفنيات هو ما تدخلش فيها كتير بس هو كابتن مدرب للحراس معنا كابتن خالد اصمان قاعد معنا اللي نقعد خلاص بقى مو احنا في المغرب كان نقعد قبل الاجتماع الفني مع كابتن داني قبلها بسموز ساعة ساعة نقعد نفرج على المتوشة اللي فاتت المتوشة اللي خسرناها كمان قال لنا بصوا غلطاتكم هنا وورينا اللي احنا كسبناها واللي خسرناها فالنا بصوا الفرق من دي و يعني كرة دي وكرة دي اعتمد على الفيديوهات بشكل كبير طبعا اعتمدنا طبعا في الفيديوهات الفاسرة دي فالحمد لله وصلنا المتش قارين كل حاجة في الملعب عارفين احنا مفهود نعمل ايه كرة دي هنعمل فيها ايه مين اللي بيشوت هنعمل مع ايه حتى الدفاع عادنا معهم كمان عادنا مع يعني عادنا مع يعني عادنا مع اللي هيعملوه انت هتعمل الاكشن بتاعك عليهم طب طب يعني انت وقفتك على الاكشن الدفاعي يعني بدأ يبقى فيه ديالوج مبين الدفاع وحرس مرمار بالضبط انت مش واقف عشوائي وخلاص لا انت واقف بنقل على تحركات معنا في الدفاع هتاخد زاوية معينة بالضبط هو دارسها ان انت لتيجي تحركاتنا الدفاعية دي ممكن الزاوية دي تتفتح فانت لازم تكون في الزاوية دي لان الكرة هتجي لك هنا صح وكلام ده لقيته في الملعب في التحقق طبعا بقيت انت انت خلاص انت عندك شلود انت فيه مهام خلاص انت المهمة بالنسبة لك انت الكرة دي ما تخوشش بس هاي انت هيوصل لك اللعب ان انت الكرة خلاص سهلة بالنسبة لك بس انت جمان اخر خط دفاع بخلاص انت لو كرة عدتك مفيش خلاص مجون طب بس قولي انا شفتك في الكور في المكشين اللي فاتوا الفاينال هنا وهنا بتواجه الدفاع يعني شفتك انت او يعني الحقيقة حميد كمان بتوجيه الدفاع يعني يمكن مواضيع دي مش فنهاش كتير لا خلي بالك لا اوقف يعني طب يعني ايه هل ده كان كلام متفق عليه ولا ده كان نتيجة حماس حماس طبعا في الملعب عشان احنا كنا في علامة المطفى السوبر احنا رجعنا بالذكور فاما في فرق ثلاثة واربعة لازم نتكلم معهم خلاص لسه بدري انا عدي انا عدي الكرة دي انا لازم نشول كرة وكرتين يعني كان احنا مفوق اللي احنا خلاص اللي احنا نجيب جوان سهلة كمان يعني يفوق عشان احنا نحط فاستو بيكسا احنا عايزين نوصلهم ان هما يعني يعني هناك الجو كان صعب طبعا طبعا ما فيش هوا ما فيش اللي انت مش هتستحمل اللي عيوة مش هتستحمل يفضلوا يخبطوا يعني وبعد ستين ديئة اكيد حد هيقع من كتر التغبيط وما فيش هوا ولا اي حاجة فاحنا كنا عايزين نوصلهم من مرحلة اللي هما يجيبوا جون سهل حتى على فاصل بيك مرة واحدة على الموجة التانية كنا احنا دي الفكرة اللي هون عايزين نوصلها بس او نعدي بيها ماتش الصور ونجحنا في الماتش الصور وماتش كوس احنا كنا افضل وكنا اقرب ولكن هي دي الرياضة بس خليها جيلك برضو يا سريبكين شفنا في لحظات كتير اثناء المباراة اهداف بتيجي من جمل تاكتكي يعني شفنا تحركات معينة ممكن بتعلق لحد ياخدها من على الدايرة جون الكرة بتلف بشكل معين شفنا تغيير روتيشن اللي بيحصل في الهجوم ممكن باكليفت اللي هي في باكرايت وباكرايت بيبقى الباكليفت ويبقى الوينجي يخش على الدايرة شفنا بعض التحركات اللي كانت جديدة الحقيقة يعني او مرة نشوفها هل ده كان الجمل المتفئة عليها مع المدير الفني ولا دي جات نتيجة الحدث ساعة الماتش لا لا طبنا كان الجمل المتفئة عليها كنا قابل كل المتش بنوع أن نجاهز سواء مثلا التاكتك ده هيمشي في الجزء ده كويس ده نقدر نعمله امتا ده ما نعملوش امتا التاكتك ده هيخلص هنا او لا عشان يبقى كل واحد عارف المهم بتاعته في التاكتك عشان لو التاكتك ميشي عشوائق او حاجة يعني مثلا ممكن يتجير علي نفس بريك ممكن يبقى في صغرة هنا وما ندخلش منها فكل الكلام ده كان بي متفق عليه طبعا قبل المتش ومزبطين تحركات كل واحد ومعام كل واحد في الجملة دي طب هو قعد معاك الكوتش يعني قعد معاك كوتش يعني داني قعد معاك شخصيا ولا كان من خلال الفرقة ومن خلال الفيديوهات قبل كده اوه كان بيقعد طبعا ما كل لعيب قعد معايا بكيه واجي هنا في تاكتك معيان ايه اللي هيحصل هنا التاكتك ده هنشتغل فيه ازاي او ايه المطلوب مني في التاكتك ده هو من اول يوم بصراحة حاسس ان كل الناس لها دور في الفريق بالزبط ودفع احتاج نافعا في النيجر انه شمحتاش كان ايضر ايها بستين ديئة في الاجواء اللي هناك الاجواء صعبة جدا سخلي بقى لك برضو انت عملتوا حاجة حلوة يعني احنا كسبنا معليش كان معانا اوه اثنين محترفين لعيبة جامدة جدا ولكن الاعتماد الاساسي والرئيسي كان علامة المصريين ما هو بالضبط هو محاسش ان حد مالوش دور لا كل الناس لها دور بس كل واحد دي وقته كل واحد دي المهم بتاعه ما يفعش حد ما بيعرفش يعمل حاجة ويعملها لا اعمل اللي انت بتاعف تعمله عشال جنبك يعمل اللي هو بيعرف يعمله فبنبني على بعض فالتاكتك يميش صح بالضبط لك المباراة السوبر وسبب الجزيرة ما لعبش صح يعني عشان لوائح الاتحاد وخفنا يعترضوا فالمباراة تعتبر انسحاب علينا يعني ولكن ما لعبش فاحنا ايزا بنلعب اثنين اجانب جوم ليلة بالضبط جوم عبل السوبر بيوم واحد فاذا كان الاعتماد الاساس منهم محترف انا مش متذكر مين فيهم جاب هدف واحد في المباراة فاحنا كسبنا بعدد اللعيبة الزغيرين اللي كانوا قريدي قبل كده بيخسروا اذا يعني انتو خدتوا خبرات بالضبط لا كل لعيبة كتشايرة مسئولية كل لعيبة طلعة هي عارفة انها طلعة ترعف النادي الاهلي ما فيش لعيب كبير ولا لعيب صغير انت خلاص لعيب فرستيم فانت ما فيش ما فيش ساحة ان انت ما تبقاش شايرة مسئولية او ان انت حاس ان انت صغير او حاجة لا انت لعيب فرستيم خلاص ديك مسئولية زي زي الكبير وده اللي وصله لنا برضو الناس الكبيرة فيها زي كابتن اسلام كابتن مصري كابتن خليل وكابتن حجاج فده اللي وصله لنا وبقى كل لعيب لا انا لعيب ده اراج اقوله خلاص ليه دور هامله عشان خلاص ما فيش مجال انه نختهاون او حاجة برافو عليك عزيزيز مشاهدين خليطلع الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع ابطال كرة اليد ابطال السوبر الافريقي ولكن بعد الفصل اهلا بحضراتكم من جديد يعني يمكن اجيلك ياسر كلام بيتكتب على السوشيال ميديا وبتاع وكلام كتير بيتقال انت كان لك فرصة العبر لا لا مجعيش الكلام ده مفيش هوع اسمعنا كلام وحوارات بيتقالي يعني الكلام ده مفيش الكلام مزبوط انت مع الفرقة وكلها طيب خلينا اتكلم عنه بس برضو قبل ما اتكلم بقى عن المغرب وبتاع نفس السؤال ليك نفس السؤال ليك يا عبد الرحمن جاي لك حاجة ولا انت لا انا الفترة دي لا بس نادر الاهلي طبعا لسه لسه بدام سنتين مع نادر الاهلي حبيب انت كده حبيب حبيب تموت خلينا نرجع بقى لإيه يعني مواقف طريفة المغرب والنيجر انتوا عدتوا فترة طويلة عدتوا يمكن شهر تقريبا صح 20 يوم ايه 20 يوم ايه 3 أسمية بتبقت بلد تشلكوا بلد تحطوك بس يعني ايه اكيد اتعرضتوا المواقف طريفة سواء في المغرب او النيجر ايه يعني اقول لي مواقف طريف كده لا اهو في النيجر احنا في يوم لان طه طيب معلش انا هستنزلك بس احنا معانا هاتف مهم جدا ان احنا نتكلم ويعني احنا يعني هحيي او انتوا قولوا الو وهتسمعوا صوت قولوا الو تفضل عبدالرح الو الو عصوات طيار الطيار الله ينهور عليك معانا طبعا من المانيا نجمنا ونجم حراسة المرمى عسام الطيارة المحترف بالمانيا كأول حارس مرمى مصري يحترف بالدورة الالمانية اعلم بك عصاب كبتل عيسى معلوم سلام بحوالتك طبعا وحشنا وبنقول لك طبعا بالتوفيق وكنا نفسينا تبقى معانا في الستوديو بس انت موجود على الغائب الحاضر الاول اعلم سلام بحوالتك انا اتشرفت ان انا بكلم بحوالتك يعني ومبسوط ان انا بكلم الرجالة كانوا عنده حوص نظام النهادي وحوص نظام الجمهور الاول قبل اي حاجة يعني الف مبروك طولت السوبر وانا طبعا بريك تروم يعني على المستوى الشخصي بريك تروم من فترة يعني بس بريك تروم تاني والف مبروك لطاها وحمايد وربنا يكرمهم يعني ان شاء الله ويكرم الفريق ويبقى حاجات ايجابية ان شاء الله يعني نبني عليها ان شاء الله طب قولي اعصام يعني مطش السوبر الافريكي انت تبعته ولا كان في فرق توقيت يعني شفت المباراة ازاي ولا تبعتها ازاي طبعا كان فيه لا اهو طبعا دلوقتي مفيش فرق توقيت بين المانيا ومصر يعني كان كي مشكلة في موضوع البس ده بس كنت انا متابع مع الدعيبة اللي كانت بره فكنت على طول مكلمة وممتابع معاهم يعني طبعا المطش خطوة بخطوة يعني كان فيه اوقات بنحاول ان احنا نختف لنا كامل قطة كامل من المطش اوقات كان بيحصل واوقات ما كانش بيحصل بس يعني كنا متابعين اول باول يعني كنا عادين على عصابنا كأنها نتيجي تسراعية عامة يعني طبعا ما كناش مصدعين ان احنا مش عارفين الفرج على على مطش اهلي وزمالك يعني بالقوة دي وفي يعني حاجة مصرية يعني طبعا اكيد وخلينا اتكلم معاك برضو عن تجربتك انت راجل يعني بتلعب في ليسبيج الالماني وتجربة مع فريم الفرج كبيرة وهي مقاطعة اصلا كبيرة والرياضة هناك رقم واحد بس خلينا اتكلم عن تجربتك تخايم تجربتك بعد عدة شهور ازاي عصاب طبعا هي تجربة هي تجربة مش يعني تجربة الحمد لله مفيدة جدا لها على المستوى الشخصي طبعا الموضوع مش مش سهل يعني ان انت تتوح وتتعقلم وبتعرف دوري من اول جديد وبتحاول ان انت تتعقلم على عيشة وعلى دوري وعلى لعيبة جديدة وعلى كل حاجة جديدة يعني يعني كأنك كده واحد عنده سبع سنين طلع كان بيتضرب في مدارس مثلا وطلع فاجر فرقا هي هي نفسي طبعا مش نفس الكنسي بتعني بس يعني قصدي انت بتتعرف كل حاجة جديدة حتى وشوش جديدة كل الكلام ده طبعا في الاول بيخطف بيخطف التركيز وخصوصا كمان في طرق المعيشة ان انت بتبدأ تسافر وتعيش لوحدك وطبعا التجربة كلها على بعضها هي تجربة مفيدة لبنا الحمد لله لي على المستوى الشخصي كل الكلام ده انا ما اتكلمش على المستوى المهني بس على المستوى المهني رياضيا لا هو الحمد لله حاجة مستجد منها جدا حتى هذه اللحظة يعني وحاسس بيها يعني الحمد لله طب انت يمكن اكيد فيه صعب قبلتك يعني يمكن رمضان هناك في المانيا بيكون المغرب بتاخر جدا التجربة دي كانت ازاي خاصة احنا حاولنا تكون معنا في رمضان بس لا بنوفق بس يعني من ضمن الحاجات يعني لما حضرت رمضان في اوروبا كنت بقعد بالساعة تسعة المغرب يمكن الكلام ده كان بيحصل معك في المانيا او لا يا عصاب احنا طبعا احنا طبعا كان احنا طبعا كان حظي كويس جدا ان احنا كان عندنا اسبوع دوري في رمضان عادنا في حوالي مثلا اسبوع وكان الدوري فيه توقف وكده تعادت حوالي 11 او محطر يوم بقى الرمضان في مصر بس طبعا وكان حظي كويس برضو ان احنا نفتر الساعة تسعة وصلنا آخر يوم روضان نفتر الساعة تسعة فالوضع ما كانش أسأل حاجة. أخطأ كمان ان التبارين هم أكيد هم أكيد بيقدروا 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 جدا بس التأدير اللي هو بيقدر ديانتك بيقدر صيامك بيقدر كل حاجة بس التأدير اللي هو أنا هعمل لك اللي انت عايزه عشان أسهلك الموضوع بس مجرد ان انت نزلت تدريب أو نزلت مطش فأنا خلاص بقى انت محترف محترف بالزبط انت راجل ده محترف انت راجل ده أكل عيشك في نفس الوقت انت خلاص نزلت التدريب هطلب منك المية في المية بتاعتك مش 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 هاخد بالي بقى انت صايم أو مصايم ده بالعكس هو يسخر لكل حاجة يجيب لك أكل كوي صحارك وكذلك حتى أنا كان بيبع عندي مع أسكر أو مطش كان المدرب نفسه اللي بيسوحيني يعني خليني يفكرني بسوحيني حاجة جميلة كل الكلام ده حاجات إجابية حاجات إجابية جدا طبعا بس الموضوع كان صعب رياضيا كان صعب جدا صحيح بس انت عده ودود عصام ان شاء الله ونتمنى نشوفك قريب وان شاء الله نتابع بكرة قرأة كأس الأمم الأفريقية اللي أكيد تهمك مع منتخب مصر كابتن عصام الطيار حارس مرمانا المحترف بلايسبيج الألماني من ألمانيا بشكرك شكرا جزيرا يمكن أجيلها كاسر قبل اللقاء بقى شوية تفرفاشة كده قولي بقى يعني بعض المواقف الطريفة اللي حصلت في المغرب والجابون كنا في النيجر تعريبا تاني يوم أو اول يوم آآ صحيحنا ليه أنا طعم غير القضاء مين اللي مغير القضاء طعم ليه طعم لحظة خليل آآ طلع نصر يعني أنا أنا نايم لقيت خليل قبل يعني ادعت ما خليل في القضاء آآ تمام يوم اللي قبله حسن يعني هو قال لي صحاني قال لي طيب في حاجة في القضاء فأسوال خليل أنا مش قادر نصدق نام أنا مصدق نام من هناك أصدق نام عشان من كتر الحر انت نفسك تنام لا مفيش تكيفات في القضاء لا مفيش فيه تأكيد بس مفيش يعني مفيش اي حاجة مفيش حرارة هناك عشان دخلتها في القضاء هو خليل سمع فأنا قلت له نام خليل فتاني يوم أنا قاعد السرير فلقيت حاجة بتجري آآ فقلت لأ في حاجة فلقيتها بدأ الصوت يعلى 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 فصحيت خليل قلت له يا خليل في حاجة في القضاء خليل أنا قولي ده أنا بحسيها مثلا أن أصل هناك السحالي والحاجات دي عادي جدا أنا فتقولت إن كنت سحلية أنا قلت سحلية عادي هفتح لها الباب وتمشي يعني تفتح هي تخرج هي ففتحت الباب وهواقف ببص على ببص على الصوت اللي جاي منه دي عادي طالع في وشي الله الله رحتي طبعا جايري أنا أنا بلاقي طالع بره أملكين قاشتك جواعي للنادي الأهل وحامي حماك وكما مرمت النادي الأهل بتخفم من الفارم عبد الرحمن أنا قلت أكلم فيصل بقى صاحبي يعني فيصل قلت فيصل بقى قلت فيصل يجي خلاص شوف حل مع فرادة فليته بقى أنا بخاف أصلا من فرادة لا يا ربنا معاك بقى عبد الرحمن أتكلمت الإداري بقى طوله بعد إزمان ليه خير؟ لا يا عندي فرماس طب أنت روحت بقى تلاقيك طول السفرية أنت شاكك فيودة متى فرادة أي شوط بقى أي شوط يحصل كلنا شكيهم إن شاء الله قطع كل شيء مكلمنا عن النموس هناك هناك النموس وليس هناك النموس لا يوجد نموس لا يوجد هي سحالة سحالة بس لا بسيطة نحن لحمة ربنا عندنا نموس بس بس يعني المواقب دي أكيد بتدي روح حلوة في الفرقة وهزار وداحكي نحن كنا رايحين يعني 15 يوم في النيجر فعملين حسبنا أنهم يبقى صعبين شوية فالنفوز السوبر برضو جيفة فهي أول السفرية أول السفرية حره وقد العكس قد بتبعك من أول مدى إكتنا كنا عامل الماتشا عام يحزن فالنفوز المتاشر برضو ربنا كرامكم آخر كرام والله الحمن والله تحقيق الوقت بيجري بسرعا يعني أنتم م شاء الله منجوم وحاجة جميلة بشكرك يا ياسر نورتيني وشرفتيني وأتبنى ليك كل التوفيق شكرك أكتري سم أحب أشكرها أشكر قانتي الأهل والجماهير وإلتي كمان أحب أشكرها شكرا على اللقاء ده وإن شاء الله يبنى بقى في لقاءات تانية كتير بإذن الله السنة الجائية إن شاء الله قوس كتير بإذن الله عبد الرحمن بشكرك عبد الرحمن طالعي جميل نجوم النادي الأهلي وحرياست مرمان الأهلي ومنتخب مصر بشكرك نورتين وشرفتين أدرحال لك وأنا مبسوط لنا كنت مع حضراتك وطبعا اللقاءت مع حضراتك كتير أشكرك تاني وأشكرك نادي الأهلي وأشكرك الجمهور اللي وقفوا معنا الفترة اللي فاتت دي وإن شاء الله المزيد من المصدرات والإنجازات إن شاء الله السنة الجاية بإذن الله إن شاء الله والقادم أفضل لكرة اليد وده كان لقاءنا النهاردة مع الأبطال الأبطال السوبر الأفريقي وإن شاء الله الموسم القادم سيكون أفضل وهتكون البطولة العالم الأندية هي الانتلاب أشكركم شكرا جزيلا على الحسن المتابعة وانتظرونا في حلقة جديدة مع الأبطال